إذن أحييكم إنما كنتم وانتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن تكونوا بألف خير اليوم غابنا عنكم شوي بسبب عاملين اللي هو الأول هو تعرض حسابي في الفيسبوك يعني الحساب الرئيسي للتعطيل بسبب تبلغات العياشة الفيسبوك مشددا يعني قام بتعطيله وطلب الهوية قدمنا نسخة من الهوية في انتظار المراجعة يعني عادت طريقة مفضوحة حقيقة لتعطيل التواصل معكم في كل مرة يطلبون الهوية في كل مرة يبلغون بحجم كبير جدا وينضم إليهم الفيسبوك في هذه الأفعال اللي حقيقة غير مقبولة هي لا تؤثر فينا قيد أمنا لأننا تعودنا على هكذا تبلغات إذن حاولنا طيلة الساعات الماضية لأننا نلقاوا فرصة نتواصل معكم من خلالها عبر هذه الصفحة وتوفقنا الحمد لله في النهاية ونقول لهم وبهذه المناسبة يعني نقول لهم لي في جهدكم اجروه رأني قلتها كم من مرة لا نبكي على هذه الصفحة ولم نبكي يعني على الصفحات الماضية ولنبكي حتى على الصفحات المستقبلية بإذن الله تعالى لأساسي هو أن الفكرة تصل بإذن الله بأية وسيلة العامل الثاني هو التغطية اللي قدمناها اليوم للوقفة اللي نظمتها الجالية السحراوية هنا في باريس في المقاطعة السادسة عشرة واللي شاركت فيها أعداد مهمة من الجالية السحراوية بالرغم من الأمطار والتبرور اللي يعني حقيقة كان شوي يعني ما هو مزعج حقيقة ما نقدم نقوله عن قضاء الله سبحانه وتعالى مزعج لكنه يؤثر بطريقة أو بأخرى الله يسمحنا طبعا من الناس اللي واقفين على مثل هذه الوقفات وكذلك الناس اللي تشارك وجهي يعني وتتعرض لكل هذه العوامل المناخية في سبيل قضيتها اللي هي قضيتنا جميعا القضية السحراوية الوقفة كانت بمناسبة الذكرى الثامن والاربعين لاندلاع الكفاح المسلح وكذلك كانت مناسبة للتنديد بتجاوزات الاحتلال المغربي في مجال حق النسان ضد المناضلات والمناضلين السحراويين في المناطق المحتلة وكانت يعني مناسبة لإيصال الرسالة للسلطات الفرنسية بأن المحتل المغربي ينكل بهذا الشعب السحراوي منذ 45 سنة إذن غبنا عنكم تقريبا لهذين العاملين الليلة سنتحدث عن عامل حقيقة يصطم العياشة أشكركم يعني لا تنسوا مشاركة الفيديو لا تنسوا مشاركة الفيديو والإكثار من القلوب كيف قلت لكم موضوع هذه الحلقة هو فرنسا نفسها يعني فرنسا اللي نظمت في هذه الوقفة اليوم على غرار العديد من الوقفات اللي عدلت في بروكسل اليوم يعني كذلك نحيي الجالية الصحراوية في بروكسل تنساهم الموت يعني حتى هم في كل هذه الظروف المناخية الصعبة وقفوا وأسمعوا صوتهم في العاصمة بروكسل وحييهم من هذه النافذة وأشكرهم على تضامنهم على تفاعلهم مع قضية شعبهم إذن قلنا فرنسا نفسها فرنسا نفسها اللي تفجح بها ياسر من العياشة خصوصا الذين يعيشون في فرنسا هي نفسها لا تعترف للمحتل المغربي بالسيادة على أرض الصحراء الغربية إذن هي نفسها هذه القوة التي تعرقل الكثير من القرارات باستعمال الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي نفسها كذلك لا تعترفوا في جونيف كذلك في جونيف كذلك يعني الجالية الصحراوية تظاهرت كذلك في جونيف على حد قول الأخ مبارك عبالله على ما أعتقد إذن سويسرا إذن سويسرا كذلك تنضم إلى هذه الواقفات إضافة طبعا إلى بيلباو يوم أمس تينريفي كذلك اليوم لاسبالماس كذلك إذن الحمد لله الجالية الصحراوية تتحرك هنا وهناك من أجل قضيتها العادلة في المقابل طبعا العياشة اليوم شاو أمسيكينين يعني تقانوا عند صفارة صفارة إسبانيا في في باريز وطبعا جابوا شعاراتهم ذيك عاش وعاش والله الواطع عن المالك وصحراء البغريبية وعادوا أدراجهم يعني عادوا إلى منازلهم نساء ورجالا حقيقة وضعهم يشف وهذا طبعا هو حال العبيد إذن قلنا فرنسا نفسها يعني هذه هي دولة التي تقف مع المحتل المغربي في مجلس الأمن الدولي والتي تعترض القرارات التي هي في صالح الشعب الصحراوي هي نفسها لا تعترف للمحتل المغربي بسيادة على الصحراء الغربية إذن لنحاول نشرح هذا الموضوع بناء على ضوء تصريحات السفيرة الفرنسية في الرباط التي قالت بأنها أو أن بلادها أن لن تفتحها قنصلية في الصحراء الغربية سنتطلق إن شاء الله رحمه رحمه لهذا الموضوع بالتفصيل كذلك مع ما خص به ممثل جبهة البوليزاريو هنا في باريس الأخ محمد سيداتي لأحد المواقع الصحراوية الذي تحدث عن هذا الموقف وسجل بإيجابية نوعا ما هذا الموقف الفرنسي الذي لا يمكن إلا تثمينه لأنه حقيقة يعني موقف جديد في خضم كل ما تعيشه القضية الصحراوية على المستوى الدولي وبالتحديد يعني على المستوى الأوروبي في ظل شطحات المخزن وحمله السيوف في مواجهة إسبانيا وفي مواجهة ألمانيا وفي مواجهة نفسه كذلك يعني لأنه حينما يحارب مثل هذه الدول فإنه يحارب نفسه ويحارب مصالحه ويحارب مصالح شعبه ويضع كل البيض في سلة واحدة خصوصا أنه إسبانيا يعني رافد له ياسر من المغاربة يعني رافد له إذا صحت يعني تقديراتي أقل من مليون شخص إذن الغبي الغبي هو الذي يهاجم دولة مساعدته على توفير العيش الكريم لجزء من شعبه إن صحت هذه علاقة الشعب مع الملكية في المغرب لأنه اليوم نتكلم عن الملكية ونتكلم عن الشعب لكن لا وجود لعلاقة بين هذين الطرفين الملك طبعا يبحث عن مصالحه الضيقة مع رفقة زبانيته وعصابته التي تحكم الزريبة والشعب فهو مسيكين جزء منه مدوخ بالدعاية المخزنية التي نحاربها انطلاقا من معرفتنا بها خلال هذه التجربة تجربة 14 سنة داخل التلفزيون المغربي إذن قبل استرسال في هذا الموضوع نمشو في البداية إلى البلاغ الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية تحت عدد 192 ولا تنسوا مشاركة الفيديو نحن فيه تقريبا 266 متابعة ومتابع إذن يقول البلاغ بأن بواسل جيش التحرير الشعب الصحراوي قد قصفوا تخندقات قوات الاحتلال يوم السبت الثاني والعشرين من ماي 2021 اليوم طبعا في المواقع التالية قصف مكثف استهدفا جحور قوات الاحتلال بمنطقة بيرات تينوشاد بقطاعي المحبس قصف عنيف استهدفا تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة قوار تولد بلال قطاع المحبس وقد شهدت عميدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفا قصف مركز استهدفا جحور قوات الاحتلال بمنطقة سلوكية تولد سبير قطاع الفارسية ويشير البلاغ كذلك كالعادة إلى أن هذه العمليات مستمرة منذ نهاية وقف اطلاق النار طبعا بسبب تهور المحتل المغربي في الثالث عشر من نوفمبر 2020 نسجل كذلك الموقف الإيجابي واللي هو ليس غريبا على الأخ مصطفى أديب الذي تحدث إلى إذاعة الجزائر الدولية والذي كان يعني موضوع حديثه أو موضوع الحوار هو لماذا يزدري النظام الملكي الشعب المغربي حينما يتخذ قرارا بالعودة إلى الحرب يعني حينما يدخل المحتل المغربي إلى الحرب مجددا دون الرجوع إلى الشعب دون استفتاء الشعب ودون أخذ رأي الشعب في ذلك يعني إهانة حقيقية للشعب كما يقول الأخ مصطفى أديب ويتحدث بالتالي عن نظام ديكتاتوري يتخذ القرارات على هواه يعني كل ما ظهر له أي قرار فإنه يقوم بتنفيذه دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية لأنه لا يتوفر على القاعدة الشعبية لأن الملك لم يختاره أحد ولم ينتخب أحد وهو جاثم على قلوب المغاربة بسلطاته الدكتاتورية ولاحظوا كيف اليوم يتصرف حتى في نزاعه مع إسبانيا يعني تصرف على هواه يعني يأخذه القرارات كما يشاء يصحب السفيرة يخرج التصريحات هنا وهناك يهاجم إسبانيا بطريقة فجة يرسل جحاف للشباب والرضع والنساء لاستفزاز إسبانيا وبالتالي استفزاز الاتحاد الأوروبي دون أن يراعي مصلحة شعبه لأن مصلحة شعبه هو أن يكون فيه جو من السلم والأمن تكون منطقة كاملة مستقرة ويكون كذلك إسبانيا المزداهرة اقتصاديا والتي لا يمكن لدولة الزريبة أن تصل إلى مستوها الاقتصادي حتى ولو قضت أربعمائة سنة أخرى طبعا إذا بقي الكسول والكسلا الذين يسيرون الزريبة في الحكم طبعا لا يمكن الحصول على نتائج أكثر مما حصل عليها النظام من خلال هذه الخطوات لأنه كان عنيفا جدا في تعامله مع القضية احتكى ما طبعا إلى نرجسيته المعتادة ويصور نفسه على أنه إمبراطور إمبراطور زمانه وأنه هو الذي يمكن أن يقدم خدمات للدول الأوروبية دولة نامية أو لا تستحق حتى أن توصف بالدولة يعني زريبة نامية وتتفرع في المحافل الدولية وفي الصحافة الدولية وعن طريق صحافتها معتقدة على أنها قادرة على مبارزة إسبانيا ومبارزة ألمانيا وربما تشوف تجي دولة أخرى كذلك في المستقبل القريب وتعرفوا عارفين يعني التطورات التي حدثت في الساعات الماضية برويط لا زال مطلقا لسانه فوض العمر الآن إلى سفيرته لدى مدريد التي تم سحبها والتي تتحدث من الرباط أعطيت لها التعليمات للخروج في تصريحات فيها نفس طريقة الاستعلاء على إسبانيا وختموها بأنهم لن يعيدوا سفيرتهم لمدريد إلا إذا قدمت توضيحات حقيقية لما قالوا بأنه استضافة مجرمي حرب على أراضيهم يعني مساكين يرددون هذه الوسطوانة وكأنهم يعني هم أنبياء وكأنهم يعني ليسوا مجرمي حرب وليسوا مجرمين في حق الشعب المغربي وليسوا نظاما يستعمل القرعة والقنين والسجن والاغتصاب والتشهير وتصوير الناس في الفناظق واستعمال يعني كل الأسلحة اللاخلاقية في معاركهم ضد كل من يخالفهم الرأي في المغرب وحقيقة سيأتي يوم على النظام الملكي سيحاكم في العالم بمثل هذه الجرائم التي يدعي بأنها تتوفر في الطرف الآخر إذن قلنا بأن هذا الموقف يجهله كثير من المعياشة لأنه عاد ما حصل عليه النظام الهلكي مؤخرا مع ترامب في الصفقة المعروفة التي كان مقابل التطبيع مقابل الحصول على تغريدة في تويتر تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة على الصحراء الغربية يعني ليس الصحراء المغربية وإنما الصحراء الغربية يعني هذا ما صدر في تويت الرئيس الأمريكي السابق يعني عدى ذلك ليست هناك دولة واحدة في العالم ليست هناك دولة واحدة في العالم تعترف للمغربي بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك فرنسا على الرغم من الجميع عارف بأن فرنسا تساند المحتل المغربي في محافل الدولية وخصوصا في بجلس الأمن الدولي وذلك نابع من الدفاع عن مصالحها الاقتصادية بالأساس إذن اليوم أو منذ أيام راج خبر تصريح السفيرة الفرنسية لدى الرباط بأن فتح قنصلية في الصحراء رهين بعدد الفرنسيين هناك ونافية بأن بلادها أو مستبعدة أن بلادها ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية هذا الموقف الذي عبرت عنه السفيرة الفرنسية هيلين لوغال نريد أن نربطه بتلك الهرول التي قام بها الوزير برويطة لفتح عدد من القنصليات الإفريقية في الصحراء الغربية يعني نحن ما تتحدث فرنسا يعني فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب يعني الشريك الاقتصادي رقم واحد مع المحتل المغربي فرنسا بإرثها المرتبط بالحماية وبالعلاقات السرية وباتفاقية إكسليبان وبالعديد من الكواليس التي لم يتم إلى حدود الآن نشرها للعموم والتي تحتفظ بها كأسرار بين النظام الفرنسي والنظام المغربي النظام الملكي هي نفسها لم تقدم على خطوة فتح قنصلية في الصحراء الغربية مسايرة لسياسة البرويطة يعني سياسة المقص يعني شوفوا كيف أنه دولة اقتصاديا يعني معروفة عالميا يعني لديها مكانة وواحدة من أبرز دول الاتحاد الأوروبي ولديها شركات عميقة جدا مع النظام الملكي وأنه لا يحتاج البرويطة أن يقترح عليها فتحة قنصلية بل ممكن على أنها هي نفسها تسعى لفتح قنصلية في الصحراء الغربية في العيون المحتلة أو الداخلة ولكنها قالت أنه لا يمكن أن نفتح قنصليات لأنه ليس لدينا مواطنين فرنسيين في المنطقة لأنه القنصلية حقيقة نرى معروف أدوارها القنصلية ليس أدوارها السياسية إنما أدوارها إدارية يعني قنصلية يمشي للإنسان باشي يبدأ لكارت نانسيونال والله يبدأ الباسبور والله يستخرج عقد ازدياد والله إذا عنده يعني معاملات إدارية لكن العامل أو الأمور السياسية مرتبطة بالصفارة إذا نشوف القنصليات التي روجها المحتل المغربي على أنها نوع من الاعتراف يعني يقول بأنها نوع من الاعتراف للمغرب بالسيادة على السحراء الغربية هذا يعني برويطة في كل مرة يخرج في تصريحات إذا كانت هذه القنصلية فقط من أجل الأمور الإدارية إذا كان الوضع عادي جدا مثلا هناك مواطنين أفارقة كثر في السحراء الغربية يعني عجت بهم الزقة والشوارع وأصبحوا جزءا من سكان السحراء الغربية وعادوا مفروض على أنهم تقدم لهم خدمات إدارية في السحراء الغربية يعني مش بعيد يعني مش بعيد في هذا الطرح فإنه قد يكون مسموحا أنه تأتي قنصلية لتضع علىها مقرا في المنطقة من أجل تقديم الخدمات الإدارية يعني جوازات الصفار أو ما شابه ذلك لكن أن يأتي البرويطة نفسه يعني يحجز له تذكرة طائرة رفقة ممثلي أو وزيري أو نظيره في الخارجية لهذا البلد الذي ستفتحه القنصلية وأن يعني توفر لهم أموال ضخمة جدا من النظام المجرم النظام الملكي في المغرب يعني تنزع من أفواه المغاربة المفتوحة اليوم في اتجاه إسبانيا وسبتة من أجل أن تأكل خبزا فقط يعني رغيفا تبحث عن رغيف يأخذها النظام الهلكي من أفواه المغاربة ومن أفواه الشعب الصحراوي ويضعها في يد الفرويطة ليأدي بها الطائرة ويسكن في أحدث الفنادق خمسة نجوم حيث الأكل والشرب والبسطيلة والشواء وكل ما يخطر على بالكم من الامتيازات ويصحبون معهم جيشا كبيرا جدا من صحافة الزريبة تلك الصحافة الناهقة يعني تلك الصحافة التي تحبد أو تسبح بحمد النظام ولا تستطيع أن تكتب أي شيء خارج عن السياق المخزني لا تستطيع أن تكتب مقالا ينتقد هذه الخطوة أو يفضح الكواليس أو يتحدث عن الإنفاق الذي ينفقه المحتل المغربي على هذه الرحلات يعني تمنع كل الصحافيين الذين سيسافرون على مثل هذه الرحلة وسيرافقون هؤلاء السماصرة لأنهم فقط هما السماصرة لا علاقة لهم بالخارجية حشال أن وعود وزير خارجية يكذب بهذه الطريقة أو إلى هذه الدرشة فيحملون معهم كل هذه صحافة الزبالة عزكم الله الناهقة باسم المخزن لتطبل لهم على أن هذه قنصلية وأنه اعتراف وأن خلاص وأن الموضوع انتهى وأن صحراء مغربية وأن صحراء مغربية مغربية وأن مغرب في صحرائه وأنه كذلك لدرجة أن البرويطة والاحتلال اضطروا إلى أن يلتقطوا الصور في الصح يعني يمشوا إلى الصح قنصلية من القنصليات وأخذوا يلتقطون الصور يعني إفلاس كبير جدا يعني لما يعود وزير خارجية لابس ربطة العنق ولابس كومبلي وشاريه شوف كم شاريه ومعاه نظيره كذلك من تلك الدولة الإفريقية ويصعدون إلى السطح من أجل أن يلتقطوا صور ليقولوا للعالم بأن الصحراء مغربية يعني شوفوا المجهود والإنفاق والسلوك الذي يصاحب هذه الخطوة لأنهم يعلمون جيدا بأن هذه القنصلية لن تغير شيئا في الوضع القانوني للصحراء الغربية ويعلمون بأنهم لا يوجهون خطابهم للعالم لأن العالم كامل عارف بأن الصحراء الغربية لأهلها عارفين بأن هذه الأرض ليست ملكهم وعارفين بأنهم داخلينها كمحتلين وعارفين بأن البروطة نفسه لا يجد نفسه في الصحراء الغربية لأنه ليس بن الصحراء الغربية ولا علاقة له بالصحراء الغربية وليس مواطنا صحراويا بل مواطنا مغربيا فقط فيقومون بهذه الخطوات ويذهبون فيها بعيدا فقط من أجل الترويج لإدعاية الكاذبة يعني يطلعوا السطاح ويجيبوا الصحافة ويقدموا التصريحات ويطلقون العلان لأنسلتهم ويسيدون الصحراء الغربية لسيدهم ويدافعون عن هذه الفكرة وبعد قطع الشريط الذي يتم أمام عدسات الكاميرات يعودون أدراجهم إلى الرباط وتبقى القنصلية تصفر وتبقى القنصلية ما في أحد وتبقى القنصلية بالإمكانيات التي وضعت فيها وتبقى القنصلية لا أحد يزورها وتبقى القنصلية لا تستصدر لا وثيقة إدارية لا جواز صفر ولا بطاقة ولا عقد الزياد ولا خدمة إدارية فقط المقار أو الدولة الفلانية وإفريقيا أو كذا والاعتراف والصحراء الغريبية والمغرب في صحرائه وإلى أن يريث الله والأرض وابن عليها وكل ذلك طبعا ماذاك استربوح التي تعرف عند المخزن إذن لماذا فرنسا لا تنخارط معهم في هذا الموضوع لماذا فرنسا لا تذهب نفسها كذلك يعني تمشي يعني إلى الصحراء الغربية وتفتح لها قنصلية كذلك وتأتي كذلك هي بقنواتها الإعلامية اللي في فرنسا والله بصحافتها المكتوبة والله بصحافة المواقع وتأتي من أجل أن تؤكد أن هذه الصحراء الغربية هي مغربية وأنها من حق المحتل المغربي أن يكون نعى فيها يعني لماذا لا تقوم فرنسا بهذا الموضوع لأن فرنسا مدركة جيدا لأن فرنسا مدركة تماما لإدراك نتكلم عن عمق النظام السياسي في فرنسا نتكلم عن فرنسا ليست ملكا لفئة المعينة النظام السياسي في فرنسا يختلف عن الأنظمة السياسية الدكتاتوري مثل النظام الدكتاتوري الموجود في المغرب لأنه يعلموا بأنه وعندهم صحافة وعندهم أحزاب وسيثار الموضوع في البرمان وسيثير لغطا كبيرا وعندهم مواطنين كذلك سيحاسبونهم وعندهم شعب كذلك يمكن أن يطرح عليهم عديد من الأسئلة بينما في الدكتاتورية في أرض الدكتاتورية عند أمير المؤمنين في آخر الزمان عند الفاشل الأول الكسول الأول فإنهم يعني يستطيعون أن يأخذوا الأفارقة بالجملة يعني يشتروهم بالجملة ما يشتروهم فردا فرادة يشتروهم بالجملة ما هو بالتقصيد يعني يعخذون الدول الأفريقية كما يشاءون المهم الباليزة موجودة والفلوس موجودة ويذهبون بهم كيف الغنم ويقودونهم إلى العيون المحتلة ويقدمون لهم فيلالة الأثرياء لأنه فقط هايك الفيلالة اللي تشوفوا فيها القنصليات في الصحراء الغربية هذه كلها فيلالة الأثرياء يعني ما كان حد من الصحراويين البوسطاء الكاد يحين بسيكين ذو كل يقبضوا كارطية ولا نص كارطية ولا ذاك ولا ما يدخل عليهم شي يعود عنده فيلا لا هذه فيلا الفلان وعلان وكوريت وزعتار وقشبال وزروال وأعوان المخزن الذين أكلوا الأخضر واليابس والذين مستعدين على أن يفعلوا المستحيل من أجل أن يبقى المحتل المغربي في الصحراء الغربية لأنه ستضيع مصالحهم إن جاء السحراويون الحقيقيون لأرضهم وإن جاءت الجبه الشعبية لتحرير الساقي الحبر ووادي الذهب وإن جاء الشعب السحراوي اللي يعيش في أرضه بالتأكيد أنه لا مستقبل لهم في هذه المنطقة إلا إذا حدثت يعني مصالحة عميقة وهذا يعني أنا ماني ضده لأنه إحنا ما شايط علينا حد من أهلنا حتى الضالين يعني والضالات يعني ما هم شايطين إذا كنا سنكونوا يعني دولة صحراوية يعني تتخلى عن عن ماضيها وتذهب إلى المستقبل إذن كيف قلتكم أنه فرنسا نفسها لا تنخرط مع المحتل المغربي لأنه تدرك حقيقة بأن الصحراء الغربية لأهلها ولكن لديها مصالح اقتصادية تدافع عنها ولديها يعني اتفاقيات ثنائية تؤطرها إذن هذا هذا التصريح هذا التصريح خطير جدا يعني حتى حتى على النظام السياسي في البغرب هو إشارة يعني إشارة حقيقية على أن فرنسا في يوم من الأيام فرنسا في يوم من الأيام ممكن على أنها تضطر إلى قول الحقيقة في يوم من الأيام قد تقول بأنه هذا النظام الملكي في المغرب يعني سبب لنا الكثير من المتاعب لأنه اليوم باش يعرف كذلك الرعي العام المغربي على أنه حماية النظام الملكي في المغرب حماية للاستمرار في المغرب فهو رهين دائما بتوفير أو بوضع سياسة للاستقرار في المغرب يعني إذا اكتشفت فرنسا في يوم من الأيام بأن النظام الملكي لم يعود صالحا لم يعود صالحا لضمان الأمن والاستقرار في المغرب وأنه لم يصدر ليس قادرا على إدارة البلاد بفعالية وأنه سيتسبب في بشاكل لجيرانه كما حدث الآن مع إسبانيا فإنها ستتخلى عنه في رمشة عين ستتخلى عنه في رمشة عين يعني هذه مسألة مؤكدة ولهذا أحث يعني أحث أحث الجاليات الصحراوية خصوصا يعني في فرنسا يعني نتكلم عن الجالية الصحراوية في فرنسا أنه تحاول على أنها تركز كثيرا على فرنسا يعني تركز كثيرا على فرنسا بل يعني أقترح لأنه الجاليات الأوروبية الجاليات الصحراوية في أوروبا في سويسرا مثلا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي إسبانيا تم تعدل مظاهرة مشتركة يعني جاليات صحراوية من هذه الدول من أجل التظاهر هنا في فرنسا من أجل إسمع الصوت الصحراوي هنا في فرنسا يعني تركز قبالة على فرنسا لأن فرنسا في يوم في وقت من الأوقات ستكتشف بأن هذا النظام الهلكي لم يعود قادرا على الاستمرار كمحتل في الصحراء الغربية وأنه كذلك لم يعود قادرا على إدارة شؤون المغاربة وهذا واضح اليوم للعالم يعني العالم كامل وبالخصوص دول الجوار وآخرها إسبانيا اكتشفت الوجه الحقيقي للملكية اكتشفت حقيقة الوجه القبيح للنظام الملكي اللي شفوا يعني تنكر لعلقة 45 سنة في موضوع الصحراء الغربية مثلا تنكر النظام الملكي في المغرب لعلاقته بالنظام الملكي في إسبانيا يعني 45 سنة من التوحد ومن المكائد ومن الدسائس ومن المصالح المشتركة لدرجة أن الملك إسبانيا السابق اكتشف بأنه له يد مع النظام الملكي مؤخرا وأنه استفاد من بقعة أرضية كبيرة في مراكش وهذا تسبب لمتاعب كبيرة جدا لملكي إسبانيا السابق ولكن شوفوا هذه العلاقة اللي كانت يعني علاقة وطيتة جدا وفيها مصالح مشتركة كيف أنه اليوم وكأن ملك المغرب ما يعرف ملك إسبانيا كأن ملك المغرب لا يعرف إسبانيا كأن ملك المغرب نسي كل ما استفاد به من مصالح من إسبانيا لأن إسبانيا هي اللي تعطي الفلوس إسبانيا هي اللي كانت فاتحة المجال لمواطنيين حتى يدخلون سبتة ومليليا ويجيبوا البضايا ويعدلوا التجارة وكذا يعني إسبانيا هي التي تحمل اليوم حوالي مليون مغربي يعيشون على أراضيها إسبانيا هي التي حتى مساعدتها على مستوى الاتحاد الأوروبي يقدمونه مساعدات كبيرة جدا يعني مساعدات يعني بملايير بملايير اليورو شكو اللي يوكلها يوكلها الشعب المغربي هل هذه ملايير اليورو اللي تنعطاله مقابل أن يكون دركيا مقابل أن يكون حاميا أو سدا منيعا أمام الهجرة شكو اللي يوكلها يوكلها الشعب المغربي يستفيد من الشعب المغربي أول شيء كان خاص تعود بعد أول شيء طنجة وطيطوان والفنيدق والمضيق تكون جنة تكون هذه المناطق جنة ناظور كذلك تكون جنة بهذه ملايير الدولارات التي تنسرق هذه ملايير الدولارات أو ملايير اليورو التي يسرقها النظام الملكي كان بإمكانه أن يحول بها طنجة إلى مدينة كبيرة جدا تستطيع أن تستوعب المهاجرين الأفارقة التي يوصلوا إلى طنجة من أجل العبور فيفكرون في الاستقرار في طنجة يعني توفر لهم شروط الاستقرار في طنجة كذلك الأمر بالنسبة للمضيق والفنيدق وكذلك بالنسبة للناظور لكن هذا النظام البلاعي هذا الذي يبلع فلوس المغاربة وخيرات المغاربة وفلوس المساعدات الأوروبية ومزال لا يبلع إليه من هذا ومزال يعني يرفع حرباً دروساً جداً فقط دروساً جداً فقط من أجل أن يحصل على مساعدات من أجل فقط أن يبتز من أجل فقط أن يحقق مصالحه الذاتية فقط من أجل أن يقول بأنني أنا موجود لماذا أنت موجود؟ لماذا؟ أنت شنو طلع السباريخ للفضاء؟ أنت عندك شي صناعة تنافس بيها؟ عندك شي تجارة تنافس بيها؟ عندك شي بنية تحتية تنافس بيها؟ عندك ماذا عندك؟ عندك الفقر، التهميش، اللي حشيش الله يحفظ المخدرات بأنواعها، الضعارة، المجهول، الدكتاتورية، السجون، القمع ما عندك؟ ما عندك بماذا ستنافس أنت العالم؟ بماذا ستنافس حتى أوروبا؟ باش لا يتنافس أنت؟ حينما يتعلق العمر بحق الإنسان، أنت آخر حدي جدي يتكلم عن حق الإنسان أنت آخر حدي جدي يتكلم عن حق الإنسان يتم يسكت أنت إذا شفت الناس يتكلم عن حق الإنسان، تبدل طريقة، تمشي تعدل زقنينة كبيرة إلى أن ينتهوا من موضوع حق الإنسان أو حينما تتكلم عن جرائم الحرب، أنت آخر حدي جدي يتكلم عن جرائم الحرب إذا تتكلم عن التنمية وتتكلم عن الهجرة، أنت آخر حدي يتكلم عن هذه المواضيع لأنك فاشل ذريعا حتى في تسير شعبك يعني حتى في تقديم هذه الأمور الضرورية لشعبك، فبالأحراء أن يأتيك الأفارقة من جنوب الصحراء ويستقروا عندك ويلاحظ أنه في الأخير عدد من مواقعي الحيس بريس، وهيس بريس، وخيس بريس، وديس بريس، وباطاطا بريس، وماطيشة بريس، والحريرة بريس يعني هذه صحافة أمير المؤمنين، صحافة أمير المؤمنين رأي مجهدة تبارك الله أمتن هي من الليبراسيون، وأمتن من اللوموند، وأمتن من البايس، وأمتن من القنوات الدولية هذه هيس بريس كيس كيس، هذه صحافة خطيرة جداً يعني متفوقة جداً في الكذب يعني هذه الصحافة صحافة الزبالة عزكم الله، مؤخراً تمشي تعدل لك روبرتاج عن تقول لك مواطن سنيقالي استطاع أن يندمج في الضر بيضاء وتقدم لك هذاك السنيقالي على أنه أصبح بائعاً للسمك في الصوق أندمج، أندمج، آي عاد يبيع الحوت مع الكادحين، هذاك السوق اللي أصلاً يعني لا يصلحوا لأنه يبعى فيه حتى حتى التراب، حتى إلا بغيت بيع فيه التراب ما يصلح هذا السوق اللي لا يصلحوا لي شيء واللي فيه هذوك الكادحين حتى هو بيصدروا السلعة البيتة والسلعة الخامرة والسلعة اللي لا تصلح حتى لتعطيها للحيوانات يصورونك على أن يقول لك اندمج رو اندمج، هذا سنيقالي وأصبح يبيع استردين حتى هو وشوفوا رعلك الحوت ويصبح تهو يتكلم شوي بالدريشة، هذا هو الاندماج هذا هو الاندماج، يصور لكم الاندماج هذا تعالوا يشوفوا الاندماج شنو عند الدول الديموقراطية ما معنى الاندماج؟ أن يأتي مهاجر وأن يندمج وشوفوا كيف يأخذونا بيد المهاجر والله بيد اللاجئ وكيف يدمجوناه شيئاً 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 فجئاً بالنفورماسيون، بدراسة البلاد، تاريخ البلاد، المقاطعات، العالم الفرنسي، الحدود الفرنسية، التاريخ، سقوط الملكية، قيام الجمهورية ويدراسوا كل شيء بها شيء دامج، هذا هو الاندماج أما تقول لي أنه أصبح حصلي غالياني بيع السردين في الدار البيضاء، هذا هو الاندماج هذا هو الاندماج، إذا نشوفوا التزوير، أصلاً نظام قائم على التزوير وأنا أطرح عليه السؤال، أنت نقول له أن هذا الشيء اللي تفبرك لمن توجهه؟ لمن توجهه؟ أنا أطرح ليك السؤال أنت هذه خالطة التي تنتج يومياً من التصريحات، ومن المواقف الفارغة، ومن التحديات اللي ما عندك لها شيء لمن تنتجها؟ لمن؟ تنتجها لشعب أصلاً من زال من تفاتل مع العيش الكريم يعني من زال من أصلاً ما عنده لا من يسكن، ولا يشرب، ولا يوكل، ولا يخلص الكرة، ولا يخلص الظاو أنت لمن تنتج هذا الإنتاج؟ تنتجه للدول الأوروبية ما يحاسبتك أنت موجود على الكرة الأرضية لمن تنتج هذا الشيء؟ قليل جداً من العيش الذين يطبلون لك ذوك العبيد وكالعبيد اللي اليوم جايين يظهروا قدام سفارة إسبانيا في باريس يعني كلها ربما أنقذته فرنسا من الفقر والتهميش فأصبح قالوا المغاربة بنادم يعني عاد بنادم من ينجل فرنسا، عاد بنادم قبل أن يأتي إلى فرنسا كان حاجة أخرى وبعضهم أسبق في إسبانيا، يعني إسبانيا هي التي آوته وربما عدلت الكوات وحصل على الجنسية فيها، وسكنوا، شربوا، وكلوا، وكذا وبعد ذلك غير البلاد وجاء الفرنسا وليوم جاي يظهر قدام السفارة يقول لهم لا لأخذكم تطبقوا القانون واش أنت العيشي تنتظر الدول الديمقراطية حتى تقول لها أنت باش تطبق القانون واش أنت العيشي تنتظر على أنه المحاكم الدول الديمقراطية تنتظر حتى يجي أحد العيشي من إقعار الدنيا باش يقول لها تطبق القانون أنتم هذول يظهروا كذلك في إسبانيا، أنتم هذي المحاكم اللي تظهروا قداما لا يتحانكم حتى اجنتم أي العيشي اللي ما عندك ما عندك حتى باش تعشوا الى رفتك إسبانيا ولا حتى كفارك الزريبا تبقى تبكي فتاعدى الليفات وتبقى تبكي تقول الظلبوني وتعدىوا علي ولاحوني وأنا كنت بخار على خير وأنا ندمت وكذا يعني أنت تنتظر أنت تعتقد على أنه إن جيت قدام المحكمة المحكمة لا يتأخذ برأيك ولا يتقوم وتفصل القوانين بما يرضيك أنت اللي جاي أصلا حارق وجاي من الزريبة أنا رأى ما قدت نفهم أنا هذا كيف يفكر عقل هذا العياشي اللي هو سهل لأنه يوجه أنا ما قدت نفهم عقليته أنا ما قدت نفهم عقلية هذك المخزن اللي أصلا يطيح ليه هذه الخطط يعني يطيح لي الخطط أنه يجي وعد المظاهرة هنا قدام السفارة الإسبانية في باريس ماذا علاقت السفارة الإسبانية في باريس باسباني ماذا علاقتها بالمحكمة ماذا علاقتها بالمحكمة ماذا علاقتها بالقوضات يعني لذذها هاهرت انتم ما جيتوا هذو كبوط الريش الأحمر كل هذي طويقيةnap على الرويس ويتفتة في فهم عاش المالك الله الوطن المالك عاش سيدنا عنا كان عبدو سيدنا عنا كان عبدو سيدنا عنا كان عبدو سيدنا عنا الوطن دينا أسحران ريبية هذا يبدو بطوش تطوش خطوش كذا ما أنكم عارفين حتى تنطقوها كما يجب أنتم تظنون على أنه إن تظاهرتم قدام السفارة ليشوفكم السفير وسيندموا ندما شديدا على أنه لم يتدخل في القضاء الإسباني ويأخذ هاتفه ويتصل بوزير العدل الإسباني بأن يأمر القضاة في إسبانيا بأن يعتقلوا الرئيس الصحراوي من أجل أن تفرحوا والله لن تأصر نحن لنا إمبراطورية سمعت أحد منه قال بأنه قال المغرب لنا إمبراطورية فاش إمبراطورية فاش إمبراطورية قلنا فاش إمبراطورية شي إمبراطورية ما نعرفين إحنا أي إمبراطورية فاش في الدعارة رقم ثانية في العالم فاش في الفقر في الحريق فاش فاش هذه إمبراطورية فاش إلا كان واحد إمبراطور واخر قلوا بأنه راهو فعلا السارق لملايير وعنده ثمانية ثمانية ملايير وخمسمائة ملايين دولار في ظروته إمبراطور وانت شما أنت إمبراطور انت حاس بك الإمبراطور انت أعطي قيمة الإمبراطور انت تساوي شي حاجة عند الإمبراطور يشوف فيك غير يشوف فيك اللاب عينه ما يقد يشوف بك حتى بعينه هذا الإمبراطور انت يعتبرك الإمبراطور غير عبد 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 يدير فرقبتك قنبا ويجرك شان إمبراطور إمبراطورية احنا الدولة دينا احنا دكادا احنا أوروبا احنا فرنسا احنا سبانيا ياخذ هذا راهي قيمة قيمة الإفلاس قيمة الإفلاس قيمة الإفلاس الدول تصنع المواقف المسؤولين يصنعون المواقف يتكلمون بمسؤولية يدافعون عن مواقفهم بمسؤولية وانتا ما قاعدين قاعدين عدرين اعمال بلطجية كل هاي دائرة تليفون عند وجهه ويصور راسه كأنه شي شي عاجب ملك الله سبحانه وتعالى ما يكينا اشتراوية اليوطية جديد كيف نمجعي من القنصلية صور الهالك جديد حتى هم مشريين شاريتهم القنصلية اش باش نظاهروا قدام السفارة الإسبانية في مدريد في باريس بمحاكمة فلان مجرم حرب وانه وقد دخل بهوية مزورة وكذا واش انت ما واش سوطالكم فيزيب لفراس والله عياد هذا كايش واحد يدخل لأوروبا وخصصا يعني شخص معروف يدخل لأوروبا بهوية مزورة والله بغي تبينوا مخابراتكم متين مخابراتكم خطيرة جدا مخابراتكم اكتشفت بأنه ادخل بهوية مزورة وبأنه يعالج بهوية مزورة وكتشفت وقعمل لآخر شي يقول لك بأنه حتى الطبيعي المرافق له حتى ودخل بهوية مزورة والطيارة حتى دخلت بهوية مزورة حتى هذه الطيارة اللي جابتهم دخلت بهوية مزورة دخلت بلارج هي دخلت على أساس إنها بلارج ما دخلت على أساس إنها طائرة كيف الطيارات اللي تشوفوا لانا دخلت جاوراك بين فوق باللرج باش ما يقبضهم الرادع يعني مصيبة كحلة مصيبة هذا التخلف هذا التخلف المخزني اللي ينتقل من الفكرة لان تصنع الفكرة من تصنع في الزريبة تصنع في القصر وبعد ذلك تنعطل شعب الكلخ يردد بحال ببغاوات بطوش بابر بطوش الجاوز صفر المصور جرائم الحرب لاغتصاب كذا بحالة انتو ماراكم الشرف انتم حالة انتو ماراكم قمة الشرف ما عندكم لاغتصاب انتم شكول لي يطلق صراحة المغتصبين من شكول لي يطلق صراحة المغتصبين في المغرب يا الله قولوا ان شكول لي يطلق صراحة المغتصبين شكول لي يطلق صراحة الكالفان من من وشكول لي يطلق صراحة الكويت ذاك النهار والخليج اللي اللي كان في مراكشو وهرب الهرب للبلاد. شكوت? اذا كارثة. اه. اختم بكيف قلتكم ما ادل به ممثل جبهة البوليزاريو هنا في فرنسا بخصوص ما قالته السفيرة الفرنسية في باريس لانه مهم حقيقة باش يفهموا شعب الكوليق يفهموا ربما ما سيخبر لهم المستقبل القريب بلا تعالى فيما يتعلق بالمنقف الفرنسي. اذن يقول اخ محمد سيداتي اللي هو عود كذلك الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو وممثل الجبهة بفرنسا انه هذا اه موقف سفيرة فرنسا بالمغرب هو قرار ايجابي. هذا التصريح جاء لي موقع الصحراء الغربية فانتكات اربعة وشرين الذي اه اه يقول فيه ان ما ادلت به سفيرة فرنسا لدى المغرب بعدم فتح كونسولية في الصحراء المحتلة. وبالرغم من ان هذا التصريح تضمن بعض التناقضات الا ان الشق الخاص بالموقف الفرنسي رافض فتح كونسولية بالصحراء الغربية لا يمكن اعتباره الا بالايجابي يقول الاخ محمد سيداتي وهي خطوة صغيرة لكنها في الاتجاه الصحيح. اه مضيفا انه لا يعني تغيرا جذريا في سياسة فرنسا المنحازة للمغرب في غزوه واحتلاله للصحراء الغربية. وذكر ديبلوماسي الصحراوي دائما طبعا نقلا عن موقع الصحراء الغربية فانتكات. اه انه جبهة البوليزاري ستظل تطالب فرنسا بانتهاج سياسة مسؤولة اتجاه قضية الصحراء الغربية مبنية على الحيات الايجابي وعلى احترام وتطبيق الشرعية الدولية مما سيكون له لا شك الاثر الايجابي على السلم والاستقرار وعلى علاقات فرنسا بشعوب المنطقة. اذا كخلاصة يجب ان يفهم الشعب المغربي. انتكلموا مع العقلاء من الشعب المغربي. اننا نتحدث عن العياشة لان العياشة عندهم مصالح وعندهم طبعا تمويلات نعطا لهم من القنصليات والصفارات من اجل ان يتظاهروا من اجل انه بشي بشي قاعدوا هذك ساعتين ولا ثلاث سواء قدام الخنصلية ولا الصفارة ولا في الشارع ولا في المظاهرة ولا يمشي يعتدي على مظاهرات الصحراويين على الرغم ان هو عارف انه لان ما ولا يجني اي شيء والمهم يمشي ادي هذاك الضوء يضحك كذلك هو على ذوك ذوك اللي خلصوه مقابل هذه المهمة لكن تكلموا عن العقلاء في 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 المغرب. العقلاء في المغربي يجب ان يفهموا بان الشعب الصحراوي اللي اليوم يدخل الخمسة واربعين سنة من الدفاع عن ارضه يعني الدفاع عن ارضه بالصدر يعني يعطى الصدوره يعطى المعتقلين يعطى المختطفين يعطى المقابر الجماعية يعطى الشهداء يعطى اه الالاف من اللاجئين اللي موجودين اليوم في اراضي الغير ينتظرون العودة الى ارضهم يعني اراضي الغير من اجل ان يعودوا الى ارضهم اسمعها اسمع دخلها الراسك دخل الراسك هذه الارض التي اخرج منها اخرج منها من طرف محتل مغربي اللي هو نظامك وانت استعملت كادات من اجل ان تطرد شعبا من ارضه يعني انت قبلت والله اجدادك والله اباك قبلوا ان يكونوا اداة عند المحتل المغربي من اجل ان يرسلهم الى ارض معينة من اجل ان يطردوا منها اهلها والدليل على انه ما كان اليوم شيء مغريبي كده يسكن في قلب الصحراء الغربية نتكلم عن خليني من العيون المحتلة والصمارة المحتلة والله بوجده حيثها الحوتها اه كذا اه هنا نتكلم عن مكاين مغربي اليوم يستطيع لانه يرفض خيمته يرفض خيمة خيمة من الشعر والله خيمة من معدلة من هاو الخيام اللي يعدلوا الهات مؤخرا ويمشي يقلب الصحراء الغربية ويبنيها ويسكن فيها ويصبر على على الظروف المناخية ويصبر على على الطقس ويصبر على كل شيء من المعاناة اللي يمكن انه يتحملها الانسان الصحراوي في مقابل العكس انه الانسان الصحراوي يستطيع انه يبني خيمته في كل بلاد قلت تزمر في اي بلاده يبنيها ويعيش فيها ما عنده مشكلة اذا باش تفهم بانك انت استعملت حطبا في هذه المعركة انت ما انك رابح منها ولا شيء والشعب المغربي قاطبة ما رابح منها اي شيء ولا زال الى يومنا هذا يستعمل كادات في خلق قضايا اخرى يوم قضية اسبانيا شكل يستعمل الملك في هذه القضية وبورويتا ومن معاه استعمل الشعب استعمل الشعب والشعب مسيكين هو المضرور لانه الملك رابح قاعد في القصر واكل وشارب بورويتا وقاعد في الوزارة يتخلص فيه في الشهر الملايين على الملايين ويأخذ على كل مهمة الملايين على الملايين ذوك المخابرات والبوليس وكبار المسؤولين كذا رابح حتى ما يأخذون الملايين على ظهرك لكن انت شنوش انت ماذا ربحت انت دخلت سبتا اللي كنت بالغ راه ما ردوك اللي بالح ورجعت الفقر اللي انت فيه رجعت الواقع اللي خليت وراك وربما رجعت الان بمستوى من الاحباط اكثر من ذاك المستوى اللي مشيت به هذا الشعب سحراوي باغي يرجع الارضو ارضو ارضو ما هو باغي يرجع معاك انت سبتا والله يدخل معاك لتيطوان والله يسكن معاك في الفنيدق والله بيسكن معاك في الرباض والله مراكش باغي يرجع الارضو اللي هو محتلة ومقلعة منه 75 وما كان ولا دولة في العالم تعترفوا له بالسيادة ما كان ولا دولة ما كان ولا دولة دولة تكلم عن دولة خليني من ترامب اللي عدى التويتر واللي لا زال ما تروح عليها علامات استفهام واللي ممكن تلغى في أي تلحظة لا نتكلم عن دولة دولة تجتمع وتقول بأنه هذه أرض كان فيها المغرب وساكن فيها المغرب وللمغرب وعند علاقات مع المغرب وسكانها مغاربة وكذا ما كان ولا دولة ولا دولة وعن تلازل تردد نفس الأسطوانة اللي قالها المخزن ونرى أننا كنا نردوها لأننا كنا كذلك بحالك كنا لا نعرف الحقيقة لكن إحنا ما عارفنا الحقيقة قلناها وجهرنا بيها ونؤدي الثمن عليها كذلك أنت خاصك تقول بأن تقول الحقيقة وتعترف بالحقيقة وتعرف أين توجد مصلحتك لأنت مصلحتك أين مصلحتك ما هي هذا الملك يدافع عن مصلحته والملكية في المغرب تدافع عن مصلحتها وبروطره ما لا يدافع عنك وآخر شيء قد يدافع عنه هو مصلحتك يدافع عن مصلحته لأنه عاف رسول وزير وغدال يقول له بالسلام الله يعاونك وسيعود بتقاعد مريح وبعد ذلك يمشي يقدر شيء خدمة أخرى والله شيء حرفة أخرى وتبقى أنت تتجتر نفس الصحران غريبية الصحران غريبية قال أنه فر يطع فيه شير بي منك هذا هذا كله كلام ثارغ لا يقدم ولا يؤخر لكن شوف أين توجد مصلحتك لأن مصلحتك نعلي تعرف أين توجد مصلحتك ستسلم أرض الصحراء الغربية لأهلها بشي يعيش فيها في سلام وانت كذلك ستعيش في أرضك بسلام تحترى أحد النظام سياسي اللي هو يحتارمك ويقدرك ويعطيك العيش الكريم وتحاسب وتحاكم وكل شيء أنا خلي لك حرية اختيار أنت اختار الملك ولا اختار الجبهورية ولا اختار نص الجبهورية ولا ذلك شيء يعنيك إن هذا قرار مرتبط بالشعب المغربي لكن أخصك تفهم بأنك تستعمل في معركة أنت لا نقتلك فيها ولا جبن وأنك تؤثم على هذه المساندة الخاطئة من أجل منع الشعب السحراوي من أن يقرر مصيره ومن أن يستقل وأن يمارس وأن يعيش بحاله بحالك يعيش كيف وكيفك يعني أنت أصلا الآن أنت رنك منك عايش أنت رنك في المغرب ولكن أراك متكرفص وانت إلا حركت لسبته أراك متكرفص وإلا ردك متكرفص ثلث مرات والأربعة الشعب السحراوي مجزة ومشتت ويعاني من اللجوء ومن حقه أن يعيش على أرضه بسلام كانت فرنسا كانت إسبانيا كانت أمريكا كانت أي شيء القرار يعوده طبعاً للشعب السحراوي أدعوكم في ختام هذا اللايفي لمشاركته ومساندة الصفحة بالقلوب وبالاشتراك فيها وإلى بجأة هذه الصفحة إن شاء الله الرحمن الرحيم نفتح الصفحة ثانية من الله تعالى وحييكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته